موسيقى في إقامة مشاريع إغاثية تنموية مستدامة تستهدف بناء الإنسان وتطوير قدراته تقوم مملكة البحرين بالاستثمار في التعليم عبر إنشاء المدارس ودعمها ويعد مجمع مملكة البحرين العلمي في مخيم الزعتري للأجيين السوريين شمال الأردن أول مشروع ألمي يقام في المخيم للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية أنا سعيد أن أكون الآن في مدرسة البحرين ولي شرف بأن قمت على الإشراف على بناء المدرسة بدعم من سيدي جاءة الملك وبقيادة السمو والشيخ ناصر والبحرين أول دولة تبني مدرسة في الزعتري للأجيين الشقاء السوريين ورؤية جاءة الملك كانت رؤية حكيمة حيث حافظنا على جيل من الضياع وطلابنا لا يتخرجون بعضهم الآن في أوروبا وفي أمريكا يواصلون دراسات عليا بدنا نشوف النتائج وفي ذات الجولة أشهد المتطوعون ضمن وفد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في دعم اللاجئين وبناء مستقبل أفضل لهم وجودنا هنا صراحة أثر فينا كطلاب أو كناس نشتغل في مدارس في البحرين من زمان يعني صراحة كل أفكر أن أفكر في الأطفال كوني مدرسة ابتدائي فصراحة كنت وائد من تأثرة بس دخلنا وتشوف الأطفال وارتحت يوم عرفت أنهم على الأقل عندهم تدريس ويقدرون يروحون يواصلون الجامعة ويقدرون يشتغلون وهكذا تواصل مملكة البحرين عن طريق ذراعها الإنسانية المتمثلة في المؤسسة الملكية لأعمال الإنسانية دعم اللاجئين السوريين عن طريق مشاريع مستدامة ترفض المجتمع بشكل إيجابي وتخلق جيلا مثقفا ومتعلما فيصل حسين لمركز الأخبار تلفزيون البحرين